اشتركوا في القناة في ايام زارت المغرب ويندي شيرمن نائبة وزير الخارجية الامريكي حيث التقت مع وزير الخارجية ناصر بوريطة وترأسا معا جلسة الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا السياسية والاقليمية وفي بيان مشترك عقب الجلسة اكد البلدان ان التزامهما بالعلاقات طويلة الامد بينهما واشادت السيدة شيرمن بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في حفظ الامن والاستقرار الاقليمي وبمساهمتها في سلام وازدهار الشرق الاوسط وافريقيا وارحبت نائبة وزير الخارجية بالدور الايجابي والمساهمات المهمة للمغرب في دعم جهود الامم المتحدة في العملية السياسية الليبية واستضافة الحوار الليبي الليبي وفيما تعلق بقضية الصحراء اعرب الجانبان المغربي والامريكي عن الدعم الكبير لجهود استيفان ديمستورا المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في قيادة العملية السياسية لحل القضية برعاية الامم المتحدة واكدت نائبة وزير الخارجية الامريكية استمرار رؤية الولايات المتحدة لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء على انها نهج جاد وواقعي وذو مستقية لتلبية تطلعات ساكنة الصحراء في حلقة اليوم سنناقش ونحلل ما دار في هذه الاجتماعات عن العلاقات المغربية الامريكية وهل هناك اي تغييرات في هذه العلاقات وهل سنرى اي خطوات ملموسة قد تتخذها الولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء نناقش هذه الاسئلة وغيرها مع ضيفيني هما عضو الكونغرس السابق مايك فلانجان والذي انتخب لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الخامسة في الانوي عام 1994 ومن عام 2003 إلى 2005 عمل عضو الكونغرس فلانجان في الحكومة الامريكية كمستشار لتقديم المساعدة في انشاء مؤسسات ديمقراطية في العراق وهو يعمل حاليا كمستشار لجماعة ضغط مقرها العاصمة واشنطن ونستضيف أيضا مارك فايفلي الرئيس التنفيذي لشركة أوف ذا ريكورد استراتيجيز وهي شركة اتصارات استراتيجية مقرها واشنطن وسبق له العمل في إدارة جورج بوش كنائب مساعد للرئيس ونائب مستشار الامن القومي للااتصارات الاستراتيجية والتواصل الدولي وأبدأ اللقاء كالمعتاد مع المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندريف جورج الجزائريون مستؤون من الموقف الامريكي من الصحراء هل تعتقد أنهم سمعوا أي شيء من خلال اجتماعات نائبة الوزير شيرمان بما يتوافق مع موقفهم؟ هذا سؤال جيد للغاية وأعتقد أن نائبة وزير الخارجية الامريكية شيرمان كانت ديبلوماسية للغاية بل وحريصة على المشاعر في تعاملها مع هذه القضية وأعني بذلك أن الجزائريين لم يكنوا يتطلعوا إلى تغيير في الدبلوماسية وإنما كانوا يرغبون في أن يسمعوا مساندة واضحة أو تغييرا قويا وأن يكون هناك نوع من الانقسام حول القضية بين الولايات المتحدة والمغرب ولكنهم لم يحصلوا على ذلك ولكنها كانت حريصة وتجنبت الإشارة القاسية للتصرفات الجائرية غير البناء إذا قضيت الصحراء وفيما تجنبت ذلك فإنما صرحت به يساند بوضوح موقف المغرب فقد جاء البيان المشترك بما لا دعو مجالا للشك مساندا لمهمة المبعوث الأمومي للصحراء والأكثر أهمية في البيان المساندة الواضحة لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في الصحراء عيث وصفها البيان بأنها خطة جادة ويعتد بها وهذه مساندة كاملة لموقف المغرب وأعتقد أن ذلك لم يوفر للجزائر الكثير ليسعدوا به ولكن إذا لم تكن الجزائر رغبة في صدور شجب لموقفها وسلوكها السيء فأعتقد أن الجزائر حصلت على ذلك ولم تجني ما كانت تتطلع إليه شكرا يا جورج على هذه الآراء الآن أتحول إلى ضيفي الأول عضو الكونغرس السابق فلانيغان تحدثت نائبة وزير الخارجية شيرمن ووزير الخارجية بوريط عن العلاقات القوية بين المغرب وأمريكا والتي تعود إلى موحدة السلام وصداقة عام 1787 ما هو تقييمك لحالة العلاقات الثنائية شكرا يا آدم على استضافتي أعتقد أنه للإجابة على سؤالك فإن العلاقات المغربية الأمريكية قوية كما كانت دائما وأعتقد أن الولايات المتحدة تتطلع باستمرار إلى سبل للبناء على هذه الصداقة القديمة التي امتدت على مدى مئتي عام وأعتقد أن جزءا من ذلك السعي يتمثل في التدريبات العسكرية المشتركة من خلال القيادة الأمريكية في إفريقيا وكذلك من خلال مبيعات الأسلحة المحتملة وغير ذلك من الأمور من أجل أن تكون المملكة المغربية قادرة على توفير أمنها الإقليمي وأن تكونك صديقة للولايات المتحدة شأنها في ذلك شأن أصدقاء الولايات المتحدة قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها وتشعر الولايات المتحدة دائما بالسعادة وهي تساعد المغرب على تحقيق ذلك كما أن المغرب يكن مشاعر ودية عظيمة للولايات المتحدة ويواصل دوره كقائد في المنطقة سواء في العالم العربي أو على المستوى الإفريقي لكن الحكومة المغربية تمكنت من العمل لتحقيق ذلك بقدر كبير من الصبر والمجهود وتواصل العمل على حل المشاكل في غرب إفريقيا وفيما تعلق بجبهة البوليساريو وتورط الجزائر في تلك القضية وتكن الولايات المتحدة مشاعر الإعجاب والاحترام للطريقة التي تتقدم بها المملكة المغربية وأعتقد أن العلاقات الأمريكية المغربية قوية كما كانت دائما سمعت ما قاله جورج أن البيان المشترك بين الوزير ناصر بوريطا ونائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان تناول أيضا دعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في ظل هذا الموقف كيف ترى مستقبل قضية الصحراء؟ وهل تعتقد أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات إضافية لدعم الوحدة الترابية المغربية؟ هناك فارق ضئيل في موقف إدارة بايدن إذا خطة الحكم الذاتي وهو أنها تواصل مساندتها للخطة كوسيلة ممتازة للغاية لحل القضية لكن الإدارة لا تضغط لتنفيذها حيث تساند المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اختيار الحل وقد اختارت الأمم المتحدة خطة الحكم الذاتي لكن الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يحاول في الآونة الأخيرة طرح مشروع قانون استشاري يعطي مزيدا من الاهتمام لمطالب جبهة البوليساريو وذلك بسبب الدعاية في الولايات المتحدة باعتبارها تعبر عن أقلية تتعرض للضغط وتجاهل كونها جبهة تسعى للوصول إلى سلطة وقيادة عن طريق استغلال سكان الصحراء المغربية بشكل مأساوي في مخيمات خارج الصحراء كرهاء لتطلعات الجبهة الشخصية واجب ملاحظة الصبر الذي أبدته المملكة المغربية في التعامل مع هذه القضية وموصلة إنفاق قدر هائل من الأموال والجهود لتحقيق التقدم في الصحراء المغربية لذلك فأنا لا أفكر كثيرا في الفارق الضئيل بين موقف إدارة بايدن مع أنه موجود وآمل في أن يقتنع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأن خطة الحكم الذاتي هي الخطة الأنسب ولكن الأمم المتحدة عادة يلزمها عقود من الزمن لاتخاذ القرار وأعتقد أن إدارة بايدن تتماشى مع الأمم المتحدة بقدر الإمكان تناولنا كثيرا في حلقات سابقة من البرنامج حقيقة أن النظام العسكري الجزائري لا يفوت أي فرصة لزعزعة استقرار المغرب هل تعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات أكثر حسما ردا على سلوك الجزائر المزعزع للاستقرار في المغرب وفي دول أخرى في شمال أفريقيا أعتقد أن حقيقة ما يفعله الجزائريون بحق هؤلاء المغرب في الصحراء أمر لا يصدق عقل ويجب النظر إلى ذلك كممارسة دولية وحشية فالجزائريون متهمون بسرقة المعونات التي ترسل إليهم ويعيدون بيعها لمصلحة الجزائر ويدعون أن المغرب هو الذي يسيء معاملت هؤلاء وهذا الدعاء سخيف ويتعين علينا فهم ما يحدث بشكل أفضل وتطلب ذلك إمعان النظر فيما تفعله الجزائر والولايات المتحدة لم تكن تفعل ذلك بشكل جيد حيث أنها لا تصف الأطراف السيئة بأنها كذلك رغم أن الأطراف السيئة سيئة بالفعل والأطراف الطيبة طيبة بالفعل ومعظم الأطراف الطيبة قد ينالها بعض السوء ومعظم الأطراف السيئة قد تتصرف قليلا بشكل طيب وفي حالة الجزائر يتعين النظر بعمق إلى ما تفعله ووصفها بما هي أهل له ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك حتى الآن ونحن بحاجة إلى القيام بذلك إذا كنا سنشارك بدور في القضايا الإقليمية في المنطقة ومن أجل الصداقة الأمريكية مع المغرب والتعاون العسكري في المستقبل والتعاون في قضايا التجارة مع المغرب يتعين على الولايات المتحدة تدعيم الصداقة بشكل يتعدى الكلمات يعني هذا مساعدة أصدقائنا في مواجهة الأطراف غير الصديقة ولن أصف الجزائر بأنها عدوة لنا ولكن أصفها بأنها ليست صديقة حاليا ونحن بحاجة إلى المشاركة مع أصدقائنا حينما تحين الفرصة لعمل ذلك أريد أن أسألك عن مقابلة أجريتها مؤخرا مع وكالة المغرب العربي للأنباء قلت فيها أشياء إيجابية عن موقف المغرب من الصراع الروسي الأوكراني ماذا قلت أيضا في هذه المقابلة؟ لم تتهرب المملكة المغربية من التصويت ولم تتفاداه ولم تقل إنها لا تعيره اهتماما بل إنها قررت أن تنأى بنفسها عنه خيلة إننا لن نمتنع عن التصويت ولكن لن نشارك فيه لأنه لا ناقة لنا فيه ولا جمل وليس للمغرب سبب يدعو لمساندة طرف أو آخر ولا حاجة للمغرب باختيار دون تفكير لمساندة جانب ضد الآخر كما فعلت دول كثيرة ولم يرد المغرب الوقوف مع الجانب العربي في مواجهة الموقف في أوكرانيا ولا مع الجانب الإفريقي في تعامله مع روسيا ولم يرد المغرب أن يبدي طاعة عمياء للولايات المتحدة التي أرادت أن يصوت المغرب ضد روسيا ولا مع روسيا فقد نأى المغرب بنفسي عن ذلك قائلا سنخبركم بما نعتقده بعد أن نمعن التفكير في ذلك ولكن حتى يحدث ذلك سنلتزم الصمت ويدرك كل من التزم بالصمت بينما يملأ الآخرون المكان بالضجيج مدى صعوبة الالتزام بالصمت وأعتقد أن المغرب اتخذ موقفا ممتازا بأنقال الكثير من خلال الالتزام بالصمت وهكذا أصبح بوسع المغرب في المستقبل القيام بدور المحكم أو بدور المراقب المحايد وهو موقف رائع هذه مميزة ورائعة أشكرك عليها عضو الكونغرس الأمريكي السابق مايك فلانيغان مشاهدين الكرام الآن إلى فاصل قصير بعده نلتقي مارك فايفلي لنتناول تفاصيل أكثر عن لقاءات السيدة شيرمن في المغرب ابقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن الآن نلتقي ضيفنا الثاني السيد مارك فايفلي دعنا في البداية نستمع لما قالته نائبة وزير الخارجي الأمريكي السيدة ويندي شيرمن في المغرب بخصوص قضية الصحراء فيما يتعلق بالصحراء تدعم الولايات المتحدة والمغرب بقوة جهود استيفان ديمستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ونفعل ذلك بعقل متفتح لإيجاد حل يؤدي إلى نتيجة دائمة وكريمة لجميع الأطراف ما زلنا ننظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية ومقاربة قائمة لتلبية تطلعات الشعوب في المنطقة مارك أنت خبير في كل من الاتصالات والديبلوموسية الأمريكية وكلانا على دراية بالتصريحات الحكومية ويعلم أنه عادة ما يكون هناك الكثير مما لا يقوله المسؤولون بالنظر إلى البيانات التي خرجت من واشنطن والرباط وأيضا من الجزائر التي زارتها شيرمان في هذه الجولة ما الذي لم نره؟ أقصد هنا ما هي بعض القضايا أو النقاط التي لم يتم التطرق إليها كما تعلم فإن كثيرا مما لم يتضمنه البيان يشكل في الحقيقة آخر الأنباء التي يتطلع إليها الصحفيون وهنا نلاحظ تقسيم العبارة التي وردت على لسان نائبة وزير الخارجية الأمريكية حول خطة الحكم الذاتي وهو ما يمثل ما تركته إدارة ترامب في ساعاتها الأخيرة فقد حاول ترامب ترسيخ بعض جهوده في الشرق الأوسط عن طريق التوصل إلى اتفاقيات تعاونية بين دول عربية وبين إسرائيل وكانت تلك اتفاقية جاءت بها إدارة ترامب فيما كان يتم إحصاء أصوات الناخبين والإعداد لتنصيب رئيس بايدن وترك ترامب ذلك لبايدن وهو لا يريد بالضرورة توجيه الشكر لترامب على إبرام تلك الاتفاقية الاعتراف بمغربية الصحراء الاتفاق حول سيادة المغرب على الصحراء وخطة الحكم الذاتي ولكن إدارة بايدن قالت إن هناك كثيرا من الأمور التي يتعين التعامل معها حاليا فلنجد صياغة تظهر موافقتنا على ما تم في عهد إدارة ترامب وربما لا نرغب في تقييد تصرفاتنا ولكن ما تم هو بالفعل منطقي وكما نرى في الساحة الدولية هناك الآن الكثير مما يحدث مثل أوكرانيا، إيران، كوريا الشمالية ومستقبل حلف النيتو لنركز على ذلك وسنتوصل إلى حل تعاوني مع المغرب وبوسعنا مساندة خطة الحكم الذاتي ونرى كيف ستعمل وكذلك تشجيع جهود المبعوث الأمم للصحراء ولكن هناك شيء آخر لم يتم التطرق إليه وهو أن الولايات المتحدة ترغب في إرسال أسلحة أمريكية إلى حلفاء عديدين مثل طائرات F-16 وصواريخ باتريوت والتي تم تزويد المغرب بها والآن يجري البحث عن سبل لتزويد المغرب وحلفاء أمريكا بطائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة وكما قال ضيفك الآخر فإن روسيا وتركيا والهند وغيرها تقوم ببيعها ومتى حدث ذلك وتلقت المملكة المغربية معظم أسلحتها من الولايات المتحدة فإن ذلك يفتح الباب أمام تلك الدول الأخرى للسعي لعلاقات عسكرية تعاونية وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة فهي تريد تنفيذ تلك المبادرات مع حلفائها وأصدقائها حول العالم دعنا نتكلم عن قضية الصحراء الجزائر تنتقد دوما وبشدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء استيفان ديمستورا هل هناك أي شيء خرج من اجتماعات نائبة وزير الخارجية يقودك إلى الاعتقاد بأننا سنشهد تغييرا في السياسة الجزائرية على ضوء البيانات التي صدرت في الجزائر عن الجانبين الجزائري والأمريكي أنهما يدعمان عملية الأمم المتحدة في الصحراء أقصد هل ترى أي مؤشرات تدفع الجزائر لتغيير موقفها بالكامل وتعلن التعاون مع جهود ديمستورا؟ يمكن لنا أن نأمل في ذلك فأنا أعتقد أن أمام الجزائر فرصة حاليا لكونها دولة منتجة للبترول في وقت تشتد فيه وطأة الأزمة على الصعيد الدولي لذلك ربما يمكن أن توقف الجزائر تصلبها وتقول دعنا نرى كيف ستجر الأمور كما أن نائبة وزير الخارجي الأمريكي شيرمن لم ترغب في الذهاب إلى حد بعيد في انتقاد الجزائر من واقع أننا نرى بعض إيماءات السلام والتحرك إلى الأمام فلندعها تنظيف مسارها ولنرى ماذا سيحدث ونحن لا نريد اندلاع صراع رئيسي آخر في جزء آخر من العالم حاليا ولكن أعتقد أنه كان من الأهمية بمكان قيام نائبة وزير الخارجي الأمريكي بزيارة الرباط في وقت وصلت فيه الدبلوماسية الشخصية إلى عنق الزجاجة بسبب جائحة كورونا ورغم كل ما يتعين إنجازه في العالم اليوم فإن نائبة وزير الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية قالت إنه من المهم القيام بالزيارة للمغرب للعمل مع المملكة والحديث مع المسؤولين وإنجاز بعض الأشياء التي كان يمكن إعاقتها من خلال عضوين في الكونغرس بطلب قيام وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين بتعليق أي تعاون عسكري جديد مع المغرب وكان من الأهمية بمكان قيام نائبة وزيري الخارجية بزيارة شخصية إلى المغرب برغم كل ما يحدث حاليا في العالم وتجتمع بوزيري الخارجية المغربي ويتم تحقيق إنجازات حقيقية تم الحديث عنها في البيانة المشترك من النقاط المثيرة أنه أحيانا يكون مجرد عقد اجتماع ما حدثا كبيرا وأعتقد أن مجرد اجتماع السيدة شيرمن مع المسؤولين في المنطقة يعتبر في حد ذاته يستحق أن يكون خبرا مهما أحد الأشياء التي لفتت انتباهي في البيانة الصادرة عن لقاء شيرمن مع رئيس الجزائري تابون هو هذا وأقتبسه إن بلدينا قلقاني من الوجود المزعزة للاستقرار للقوات الأجنبية ويعملان معا لمواجهة الجماعات المتطرفة العنفة إذا حاولنا أن نقرأ ما بين السطور يمكن أن نتأكد من أن من المقصودين من هذه الجماعات المتطرفة المذكورة في هذا البيان هي جبهة البوليساريو التي تحمل السلاح ضد المغرب ولديها أيضا سجل طويل في تجنيد الأطفال وإنتاج قيادات لتنظيم الداعش فهل تعتقد أن محدثات السيدة شيرمن في الجزائر شاملت موضوع البوليساريو؟ أعتقد أنه في إطار الحديث الشامل عما يجب على الجزائر القيام به في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش وأي تنظيمات إرهابية جديدة في العالم ولأن هناك بعض العناصر والتحالفات مع تلك تنظيمات داخل الصحراء فإنه من الضروري أن تكون البوليساريو جزءا مما جرى الحديث عنه لأنه لا يمكن استبعادها كما لو كانت لا علاقة لها بالإرهاب وفيما تحاول الولايات المتحدة ضمان أن لا تكون هناك أي استراتيجية لشن هجوم جديد أو زعامة جديدة واستبعاد حدوث ذلك بقدر الإمكان فإنني متأكد من أن ذلك كان جزءا من الحوار الذي جرى يجب هنا أن أذكر هذه الملاحظة أنه في فبراير الماضي وقبل زيارة السيدة شيرمن للمغرب سافر وفد من السفارة الأمريكية في أرباط إلى مدينتي الدخل والعيون في الصحراء للنظر في المشاريع التي تمويلها الحكومة الأمريكية والتي تربط الشركات المحلية بالمستثمرين الأجانب الولايات المتحدة تدعم الاستثمار في الصحراء بكل تأكيد ما هي الرسالة التي تقرأها في زيارة الوفد الأمريكي والموجهة للمغاربة ولكل المحيط الجغرافي في المنطقة ذلك يظهر أن الحكومة الأمريكية تضع في أولوياتها الشراكة الأمريكية المغربية من خلال اتفاقيات التجارة وأن بوسعنا أن يكون لنا تحالف عسكري قوي وتحالف ديبلوماسي قوي لكن التحالف الاقتصادي يشكل جزءا محوريا قويا من ذلك التحالف لذلك أعتقد أن وزارة الخارجية توفد مبعوثين إلى أنحاء العالم طوال الوقت ولكن حقيقة أن الولايات المتحدة تولي ذلك الاهتمام بالمغرب وتظهر كم الاستثمارات وما يمكن تحقيقه من الاستثمارات الإضافية إذا تمكننا من زيادة حجم التعاون تشكل نشاطا إيجابيا مستمرا طويل المدى فإذا ما أثار الكونغرس المتاعب من جديد يمكن طرح ما تم إنجازه من توفير لفرص العمل وفرص متاحة لكل من المغرب والولايات المتحدة وكيف أن الشراكة بالغة الأهمية بالمقارنة مع أي تحديات ديبلوماسية محدودة الأمد ذكرت هنا نقطة مهمة فيما تعلق بمرحلة مبعد كوفيد وزيارة السيدة شيرمن للمغرب فالمغرب إبان انتشار الجائحة أغلق حدوده لأشهر عدة في أواخر 2021 وأوائل 2022 بسبب كوفيد فهل ترى أي مؤشرات أن الدبلوماسية الدولية بدأت تخطو خطواتها الأولى في مرحلة ما بعد القيود التي فرضتها هذه الجائحة على العالم شيئا فشيئا وأعتقد أن ذلك يظهر أهمية العلاقات المغربية الأمريكية بإرسال نائبة وزير الخارجية على وجه السرعة فيما هدأت جائحة كورونا بعض الشيء وكما تعلم كدبلوماسي أمريكي وأنه عندما تغلق أبواب الاجتماعات ويتم شرب الشاي يمكن أن تحدث أشياء أكثر بكثير مما يمكن تحقيقه من خلال التواصل عبر تطبيقات زوم أو تيم أو تبادل مذكرات مكتوبة ولذلك فإن من الأهمية بمكان إجراء مثل ذلك الحوار وجها لوجه بالنسبة للعلاقات المغربية الأمريكية ومن المأمول فيه مع انحصار جائحة كوفيد أن تتم زيادة الدبلوماسية العامة وجها لوجه مما سيمكن معه تحقيق أشياء عديدة إذن مشاهدين الكرام ضيوفنا في هذه الحلقة جورج ومايك ومارك طرحوا العديد من الأفكار والآراء المهمة وأستطيع أن أخلص من هذه المناقشة إلى الآتي أولا كانت زيارة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية للمغرب مهمة للغاية لأن ذهابها إلى المغرب حمل إشارة واضحة أن الولايات المتحدة تقدر العلاقات بين البلدين وتريد تقويتها بل وفي الحقيقة فإن الولايات المتحدة تعتز بهذه العلاقات التاريخية الطويلة وبالنسبة لقضية الصحراء فإن الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد وتعرف أن الوضع على الأرض الآن مختلف تماما عما كان عليه قبل عام إذ اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء وأن خطة الحكم الذاتي المغربية أفضل حل لهذه المشكلة في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوف الحلقة عضو الكونغرس السابق مايك فلينغان ومارك فايفلي الرئيس التنفيذي لشركة أوف ذا ريكورد ستراتيجيز والمعالق الخاص للبرنامج جورج لاندريث والشرك لكم بطبيعة الحال موصول مشاهدين الكرام وإلى اللقاء في الحلقة القادمة